أحد أجمل العطور الرجالية لعام 2022 خلونا نتعرف على هذا العطر بالتفصيل لأن العطر فعلا كان مفاجأة بالنسبة لي والناس كثير ما توقعوا بالجمال هذا العطر يعني زي ما قلنا عطر جديد خلونا نتعرف عليه بالتفصيل وعطيكم تقييم العطر وهل فعلا يستحق الشراء أو لا بس قبل نبدأ كرما منكم تعطوني لايك وتنشر المقطع حياكم الله من جديد وكيد متحمسين تعرفون وش هو العطر العطر سمعكم صوت ممكن تعرفونه من الصوت هذا أنا صراحة أجدبني العطور اللي فيها من مغناطيس ما عرف ليش نجدب لها العطر اللي هو أرماني كود نسخة البارفام اللي أسطرت السنة هذه 22 خلونا نتكلم عن رائحة العطر رائحة العطر صراحة يعني أشوفها من أجمل الروايح لعام 2022 أشوفها من أجمل العطور لهذه السنة عطر جميل جدا بكل مقاييس عجبني من الوهلة الأولى العطر طبعا في الفتحية فيه الجانب الحمضي يعني أو ما ترشل العطر فيه حمضيات واضحة جدا بسبب البرقاموت يبدأ يدرج معك لما توصل للقاعدة وهي بالنسبة لأجمل شيء في هذا العطر نتكلم عن أبرز المكونات في العطر عندنا في الفتحية طبعا البرقاموت اللي تعطي اللمسة الحمضية زي ما قلنا عندنا في قلب العطر السوسن وجذور السوسن والمرمية وعندنا في قاعدة العطر خشب الأرز مع حبوب التونكا اللي تعطي لمسة شوي سويتية في العطر أنا شوف صراحة العطر كل ما أخذ فرصة في التدرج يعطي جمالية أكثر من الافتتاحية الافتتاحية شوي حمضية بس أعطي العطر فرصة لأنك لما تجي تشتري عطر لا تحكم عليه من البداية لأن العطر هذا يعطيك أقصى جمالية صراحة في القاعدة لما يبرد أكثر يعطيك جمالية غير طبيعية تكلم عن أداء العطر بالنسبة لي أداء العطر أول ما جبت العطر حسيت أنه مثابت أكشفت أن أنفي قاعد يتجاهل الريحة وهي موجودة يعني فيه ناس يشمون العطر فيني بس أنا ما أشم فهذا النوع من العطر ممكن أن أنفي قاعد يتجاهل الريحة بس اللي جنبك يشمون للريحة فقدت خلني أتأكد أمس عطرت البلوفر هذا وخليته اليوم ألبسته فعلا الريحة موجودة أكثر من عشر ساعات لازالت الريحة موجودة وأشمها إلى الآن بالنسبة للفوحان كان شيء متوقع أن يكون أقل من المتوسط بحكم أن زيوت العطرية مركزة في العطر لأن نسخة البارفام تكون زيوت العطرية ثقيلة فأكيد شيء طبيعي أن الفوحان يتجاهل عطر مناسب لجميع الفصول والأوقات عطر يعني زي ما تقولون جوكر بس ما ينفع في درجة الحوارة متابعة في الصيف أو في نهار الصيف أحس أنه ما ينفع لح تتغير ريحته لكن يفضل استخدامه في الشتاء أو الفصول الباردة طبعا يعني مناسب للدوام للطلعات مناسبات أيضا لأن العطر فعلا متفعلا جميل سعر العطر الحجم 75 ملي نعم هذا 75 ملي 400 وعليها 450 400 وشي طبعا أنا أخذتها من متجر قنينة بغاية الحجم الكبير بس ما حصلتها للأسف فأضطرت أني أخذ حجم 75 ملي تقييمي الشخصي للعطر صراحة أنا أعطيتها 4 من 5 ليش أعطيتها 4 من 5 أول شي العطر جميل جدا من ناحية الراحة وأنا أشوفها من أجمل عطور 20-22 ويستحق الشراء فعلا النقطة الثانية يناسب جميع الفصول والأوقات معدى درجة الحرارة مرتفعة ثالثا غير محدود الاستخدام تقدر تستخدمها في طلعة دوام مناسبات وهذا الشيء يحسب لصالح العطر لذلك أعطيته هذا التقييم حين وصلنا طبعا لنهاية الفيديو أتمنى أني وفقت في تقييمي العطر أرماني كود نسخة البارفام إذا عجبك المقطع أتمنى تعطيني لايك وتنشر المقطع وأيضا لا تنسون البرنامج الأصفر الرابط في البايو وفي أمال ترجمة نانسي قنقر